السلام عليكم اخواتي كيف احوالكم تمنى ان شاء الله تكونوا بحسن احواله بصحة جيدة ومرحبا بكم في قناتي اللي هي قناة مروه ويفية وتمنى ان شاء الله تنالي اعجب للكم القناة ديالي والوصفات ديالي البسيطة المتواضعة جدا ومرحبا بكم جميعا اخواني اخواتي واليوم ما نحضر معكم هالتخبزة هادو كي سهلين مهلين كيجي ورطبين مع مريض بالخضيرة هكا مع الكستتي ديالي العشيوة ولا لا واجبة غداء او واجبة عشاء يعني في حال في حال كنضن حت مع مريض بالخضرة وكيجي ورطبين وشاش تمنى ان شاء الله هنا اللي اعجب للكم ونجربوهم فليملة سهلين مهلين بمكونات بسيطة نتوفرة في اي بيت نحتاج لهاد الخبزة هادو عندي خديد قليل من صدر دجاج جو فلفلة كبيرة حلوة جوش فصوستوما خديد جوش بسيطة كامتوستين الحجم مقطعين خديد القرعة محكوكا خديد شوية القصبورو مع جنوس وصفوكا نحتاج 5 كيسند العنباط الطحين للفورس و3 كيسند الفينو واحد خمارة دا الحلوة اللاجينة ملقة صغيرة تسكة لحسب درجة الحرارة خديد هنا معلقة ما كاملة شي كبيرة دا خميرة الخبز خميرة الفورية قليل من الملح على حسب العجين وخديد معلقة كبيرة دا عبرت بها لخميرة الخبز خديدها كاملقة ونص من الخل كي تجي دا العجينة شي شا واخديد واحد البيضة اصفر خليته للدهن وحطيت في ابيض البيضة في دا العجينة حسن ما يضيع واخديد التاني واحد خمسة ملقة كاكمين الزيت مخلطة بين الزيت البلدية والرومية مخلطة واخديد القليل من الزيتر حكيت هكا شوية بين يديا عجنوا مع العجين لاتشكل هكا كسخي بينكم وصافي وكان عجنوا العجينة دينا اخديت هنا انا عجنت بالحليب ولكن إلا ما متوفرش يعني جميها غير بالماء يعني عجنت بالكس كبير للحليب وجمعت اللي باقي اللي جمعته بالماء يعني لما متوفرش الحليب انا كان عندي يعني الحليب بالزيد وعجنت بيه وصافي يعني لما كانش متوفر عجني غير بالماء فقط جمع العجين لذلك غير بالماء كتجي نفس نفس الشي يعني في حال ما في حال الحليب ما كان عجناشي زماشي يدلك اللي هو يدلك دك يعني غير حاولت نجمعها شوية هانتم ما كيف كيبلكم يعني في بليكة خفيفة لما يعني شوية رطبة صافي نخليها ترتاح شوية وفي نفس الوقت نبرا نحضر الخضيرة ديالي دي هي فلفلة وصدر الجاج وخز والقرعة والبصلة والثومة وقديم من قصبر والمعدنوس الزيت ونخليته احطى للخر ندفلها قليل من الزيت مخلطة بين البلدية ورومية كيف وحضر بعض الماء لقد نخلط كامل في خطرة في المقلاة ديالين نخلط كامل في خطرة مع التحريك كل مرة نخلط الخطيرة ديالي كامل نخلط في خطرة صافيها هي بدت لها الخضيرة ديالي كات الدبال تلقاط الماء ديالها يعني نضيف لها قليل من الفلفلة الحمراء الخرقومس كينجبير والملحة وقليل من الابزر يعني على حساب الرغبة الابزر وخطرة نخلاهي تشرب عو تاني ديك الخضيرة العطرية عو تاني هكاك بعد التحريك الدائم حتى تشتافين يعني تشرب ديك الابرقة ديالها كامل وهنايا اخذي ديك العجين غير ديك الابرقة ديالي قطع تكويرات صغيرين بهات شكلة كخبزة صغيرين كاجوا اخبزة طرطبين وشاشين يعني لكا لا شخفة في المعلكة لا تيسقون يعني ملحة بارد سهلين يعني كيتو جدو فسا شيشي حاجة لي هي مكلفة ولا صعيبة يعني سهلين سافي نغطيهم شوية بتحوع لما نطفي الحشوة ديالي ونخليها تبرد هنا يا اضيفت قليل من الزيتون الحر سافي ونطفي على الخطيرة ديالي تبرد على خطرها هي شربات المرقة ديالها ما بقى فيها اولو سافي نطفي واليها مع التحريك نطفي واليها نخليها تبرد سافي هاي العجينة ديالي تاني رتاحت نطلقها يعني على شكل خبيزة صغيرين كنا ناخد شوية من الفينو اللي كان نقرسهم باش ما كالسقوليش وهنا يا اخديت هداك الفرماج اللي كنت حضرت سبق لي حضرته معاكم ولكن هدا دسمت بقليل من الصحتر كيف كاي بلكم فيه نقيطات هداك هو الفرماج اللي كنت حضرت معاكم سابقا وغير يعني عاوت لصة وحضرته بقليل من الصحتر كجي رائع بنكات الصحتر سافي ونحطه هو التحت يعني في العجينة ولا الفق كي بغيتي هات العجينة كنقلبها سافي كنحط الخضيرات ديالي وكنحاول نجمع بهات الشكل هدا ساهلين كيتحضروا في الساعة سافي كتحاولي جمعيها شوية يعني ديك العجينة سافي وتخليهم على الجانب يرتاحوا ديك الساعات كندور نقرسهم هكا تقريصة خفيفة يعني نتقع لهم واحد شوية نبسطهم نعود معكم واحدة اخرى اخوذ القليل من الفينو باش ما كتلسقناش العجينة حيث العجينة طرية بزر حاول نترقها بات الشكل هدا سافيك نحط ديك الفورماج نقطع من واحد القطعة نحط علي هديك الخضيرة نحاول يعني نوزع الحشوة كامل نخلي عيش شوية من الجلب ميك نجمة سافيك نحاول نضغط عليها شوية للعجينة مش ما تفتح مناش سافيك نحط اللطة ديالي ديريكت سافيك نحاول نضغط عليهم شوية نبسطهم سافيك نخليهم يرتاحون نغطيهم زيال واحد البندل زم الحال بارد واحد ربعة ساعة هكا كيرتاحوا يخمروا سافيك نخليهم يرتاحوا واحد ربعة ساعة ها هما الخبزة ديالي يرتاحوا كناخد واحد سكين اللي هو ماضي يعني كننا نعمل فيهم هكا نفتحهم شوية بهات الشكل اخذت هنا يا اصفر البيضة خلطها معها قليل من الخل سافين دهنهم كامل اللي كتكمل الكيمية يعني الدهن الكيمية دياليك بغيت يدير عليه شوية ججدان ولا حبة البركة ولا المهم اللي بتوفر عندك من الحبوب انا عملتها فضلت اه طرزع اللي قليل من السانوج سافين نكمل دهن الكيمية ديالي كامل والفرن عندي كيسخن يعني شاط الفرن من فوق ومن تحت غير من فوق يعني العافية تكون مهيلة ومن تحت فيهم شي سوف تكون عافية بجهيدة كتحتاج للعافية سافي وهو مخبزة ديالي طابو كيجوا بهات الشكل هادا كيجوا رائعين شاشيا رطبين وبنكاد ديك الفرماج والصحتر كيجوا رائعين بخشوة رائعة سهدة متوفرة في كل بيت مقادر بساطة جدا نو كنتم ان اخواني اخواتي لما اشترك شو القناة ديالي اشترك ويفعل جرس باش كي وصلوا كل جديد بطبخ لوشا لي يا اخواني اخواتي بدي بايقتكم وتعليقتكم وتمنى ان شاء الله اتنال اعجاب ديالكم الوصفات الوصفة ديالي ووصفة بسيطة جدا ودائما مطبخي مطوالع جدا وبصحة ورحة وشا هي طيبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة